خلصنا أسئلة المسابقة العلمية وهنطلع دلوقتي لأسئلة المعلومات العامة الفريقين كانوا ماشيين تقريبا مع بعض كان فيه بس سؤال واحد وقع هنا من كفر المنازلة اللي هو سؤال العربي بعد كده الدراسات والعلوم مش هما الاتنين مع بعض وعشان كده فرق الدرجات لما بنحسبه هو 15 و 10 درجات 10 درجات مع دميات و 15 درجة مع سهاج لسه فيه فرصة يعوضوا الدرجات دي ولسه فيه فرصة نلمطش كلنا تختلف وتتغير في المعلومات العامة زي ما شفنا على مدار الحلقات اللي فاتت وزي ما شفنا من بداية المسابقة المعلومات العامة مهمة جدا وحاسمة هنسيبهم يفكروا يشوفوا عايزين يعملوا تبديل لللاعبين ولا لا أو نرجع نشوف أسئلة المعلومات العامة ولسه مكامرين معاكم ماتش دميات وسهاج 15 درجة مع سهاج قبل الفاصل و 10 درجات مع دميات ودلوقتي هنبدأ فيه أسئلة المعلومات العامة لكن فريق النصر قرروا يعملوا تبديل محمد ياسر خرج ومريم جمال دخلت أناس لو أنا فكرة صح في المرة اللي فاتت كان ماثيو بيخرج مش كده؟ إيه اللي خلكوا النهاردة تغيروا في قراركم؟ احنا طبعا نذكرنا بعبوضينا كلين زي يا أخوان ما فيش فرج من الاحتياط والأساسي تمام بس برضو المرة اللي فاتت انت خركت ماثيو والمرة دي خركت محمد ياسر ما فيش فرج احنا كل مرة بنبدل كل واحد بواحد احنا كلنا زي بعض وبنذكره زي بعض وبنشجوا أفارينا وان شاء الله نكسب ان شاء الله تكسبه بس معنا كده ان ماثيو كان مفيد المرة اللي فاتت في المعلومات العامة صح؟ عشان كده المرة دي ما خركش طيب هو أول سؤال في المعلومات العامة معاكم وهنشوف بقى التبديل الجديد ده هيساعدك ولا لا السؤال بيقول يتقاطع القطار الكهربائي مع خط متر الأنفاق الأول الثاني الثالث أو الرابع الوقت بدأ القطار الكهربائي بيتقاطع تبديل سؤال مش شاكين خالص في أي إجابة؟ شاكين في الإجابة الأولى أنس بيقول أنه شاكك في الإجابة الأولى اللي هي الخط الأول مش الثالث مثلا؟ خالص؟ احنا كده كده هنبدل بس انت مستبعد الثالث على الآخر يعني احنا كده نشاكين في الأولى مع إنه الإجابة الصح هي خط متر الأنفاق الثالث مش مشكلة هنروح للسؤال البديل ما هي أكبر سحراء في العالم؟ الصحراء الغربية الصحراء الشمالية الصحراء أنتاركتيكا ولا الصحراء الكبرى؟ الوقت بدأ أكبر صحراء في العالم الصحراء التركتيكا ولا الكبرى؟ الهربية؟ لا لا الهربية لا الصحراء التركتيكا انتركتيكا كلها تلك الهربية؟ الكل بيفكر في السؤال السؤال البديل ده 10 درجات الوقت خلص سوهاج أدوني إجابة أنس الوقت خلص الصحراء الكبرى كلكم شايفين هالصحراء الكبرى؟ انتو الخامسة؟ انت عارف أن السؤال ده مع 10 درجات والسؤال ده أول سؤال في المعلومات العامة انتو 15 درجة وهم معهم 10 يعني فرق 5 نقاط بس سؤال واحد بيفرق بيغير النتيجة تماما وإحنا ضيعنا من إدنا درجات السؤال الأساسي واضطرينا نروح للسؤال البديل وكده استخدمنا وسلتين مساعدة بدلنا لاعب وبدلنا سؤال يا ريت يعني الاستخدام الوسيلتين دول كان جاب نتيجة وكان ساعدنا نعرف الإجابة الصح لكن هي الأسف إجابة خاطئة عندكو إجابة مروان؟ مش عايزين تاخدوا السؤال؟ انت معاك 10 درجات يعني انت محتاج تعود الفرق بينك وبينهم لا نفس الاستراتيجية ما بتتغيرش انت أبدا يا مروان في الدور التاني عملتها مرة واحدة كان سؤال حاسم لأننا كنا متأكدين منه طول ما انتم مش متأكدين ما بتخطروش ليه ما فيش حد فيكو مثلا نشاكك في إجابة نسق فيه ونتوكل على الله هانا طيب رحمة ولا عبد الرحمن هو أنا شاكك في الصحراء أنتاركتيك انت شاكك في صحراء أنتاركتيك تحكوا ليه؟ رحمة بتتحكي ليه؟ رحمة وهانا صح؟ شكرا صح أنا صحنا أول حاجة شكينا خيارها شكينا يدي صح؟ يا ريتكو خدتوا السؤال وسمعتوا كلام عبد الرحمن رحمة رحمة